بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشهر في قلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالاً The examples of chapter number two Newton's laws of motion قوانين Newton للحركة هنأخذ نده كده خدنا أمثلة ونستكمل هذه الأمثلة هنأخذ مثلاً أمثلة على effective weight الوزن الفعال لو خدنا مثلاً When the elevator accelerates upward أنا عندي مسعد والمسعد تمام يعني عشان نفهم يعني إيه effective mass أنا عندي مسعد والمسعد ده بيتسارع إلى أعلى يبقى هذه التسارع إلى أعلى When the elevator access upward طبعاً هنا يكون المسعد أولاً اللي هو وزن إلى أسفل شيء طبيعي Add the weight وقوة شد إلى أعلى لأن المسعد ده معلق إلى أعلى برمجلة بالرمز S يبقى هذه القوة الموجودة عندي يبقى الأليفاتور لما تسارع إلى أعلى We feel heavier than usual نحن نشعر أن نحن أثقل أثقل ونثبت ليه الكلام ده But when the elevator نفس الأليفاتور ده الأليفاتور ده تسارع إلى أسفل Downward يبقى هين؟ The elevator accelerate downward We feel our weight is reduced بنشعر أن نحن وزننا بجي أخاف الوزن W وبرضو التعليق إلى أعلى S شد إلى أعلى هنأخذ مثال عشان نسبة الكلام ده مثال بسيط المسال بيقولي A woman of mass M 66 kg سيدة كتلتها 60 kg stands on a spring scale in an elevator المرة دية كده هذه السيدة موجودة يعني وجدتها تحطت في ميزان والميزان ده معلق من أعلى تمام بزنبروك وهذا الزنبروك يعني معلق في مين؟ معلق في مصعد Find the effective weight of the woman when if the elevator accelerate upward يجب عايز مين؟ Find the effective weight وجد الوزن الفعال الوزن الظاهري بتاع السيدة if the elevator accelerate upward لما المصعد تساعد إلى أعلى بكام؟ تساعد إلى أعلى والA هنا كانت O.2 G يعني هي 2 من 10 من وال ولو كان لما تساعد إلى أسفل برضو A تساوي O.2 من The gravity of acceleration من أعلى من أعلى ؟ الأن والسيدة موجودة في ميزان مثل مثلا الميزان معلق في السقف بتاع الأليفيتور وموجود في نفس الكلام هنا نفس السيدة أيضا وهذا الميزان معلق في المصعد تمام؟ في السقف بتاع المصعد أول حاجة معروف السوليوشن بتاعنا سيبدأ الآتي الف معروفة الف تساوي M في A دا نيوث السكندلو طب القوة اللي عندي إيه عبارة عني؟ القوة اللي عندي عبارة عن مدام المصعد إلى أعلى يتسارع إلى أعلى يبدأ بالS أبدأ بالقوة اللي في اتجاه إيه؟ في اتجاه التسارع يبدأ S منس مجي اللي هي الوزن تساوي مين؟ تساوي M A في هذه الحالة الس تساوي ما؟ الس تساوي M A بلاس مجي عندما أجمعهم مع بعض كده والس عبارة عن الس تساوي الوزن الفعال الوزن الظاهري الوزن الظاهري يبقى الوزن الثاني يبقى الوزن الثاني هو M A بلاس مجي سأخذ M مشترك يبقى A بلاس G وهو تسارع الجاذبية و A بكامل A في O J و تساوي سوف تقوم بعمل 1.2 m لان هذا هو j plus 0.2 يبقى 1.2 m هذا عبارة عن الوزن الظاهري لما يكون المسعد الى اعلى هذا هو القيمة سنطبق نفس المعادلات لما يكون المسعد يتحرك الى اسفل سنطبق نفس الكلام يجب علينا ان عمل الولايات هو الولايات سنطبق نفس المعادلات هو الولايات مجي يببى مجي مينس ام اي ام جي مينس ام اي هاخد نفس الكلام برضو هاخد ام مشترك يببى جي مينس اي والايب كام الايب او بوينت او جي يببى في هذه الحالة تساوي ام مشترك برضو هاخد يببى الجي مينس او او بوينت او جي تساوي كام تساوي او بوينت ات ام مين ديا الاس اللي هي برضو بتساوي دابلو داش يببى في هذه الحالة شوف القيمة هنا او بوينت ات جي لكن هناك حسبناها بكام حسبناها وان بوينت او ام معنى ذلك ان المسعد لما وين زا الي فيتورز اكسل اي ابوورد وفيل هيفر زان يوجول احنا لما المسعد يتحرك الى اعلى احنا بنشعر ان الوزن اكبر اكبر من العادي من الحالة العادية لما يكون في حالة السكون تمام بات وين زا الي فيتورز اكسل رات داون وورد ويفيل او رويت او رويت او رويت اي از رديوست او بجي او بوينت ايت ام لكنها كانت بي وان بوينت تو ام دي مسألة على الافكتف ويت اللي هو وزن الظاهري هناخد مسألة اخرى تمام مسائل المسائب كل ما اخدنا مسائل كتير هتوب حاجة كويسة لنا لان دا عبارة عن مور اكسل سايز هناخد مسألة المسألة تقول فاين the direction and magnitude of the net force وجد الاتجاه هو المقدار مقدار واتجاه المين القوى الكلية انزى اوبشك المؤثر على جسم انزى فولوينج فيجر انزى فولوينج فيجر انزى فولوينج فيجر انا عندي جسم الجسم دا اهو شكله كالاتي القوى المؤثر عليه بتميل بزاوية مقدارها فاي على مين على الهوريزنتل اكسس يبادل اف القوى 20 نيوتن وده يبارا عن تجاه القوى 15 نيوتن توكالكولات زينت فورس فيها على هزي يبال اف تساوي كام على طول اف تساوي جازل التربيعي لف اكس تربيع بلاس اف واي تربيع ليه لان التوينتين نيوتن دا عبارة عن اف اكس مركبة القوى تجاه اكس والففتين نيوتن مركبة القوى تجاه واي او لان القوى بتميل بزاوية فاي لكن لها مركبات كومبوننطس اوف فورس دا بساوي كام على طول هنعوض عن الاف اكس بتوينتي والاف واي بففتين هتدينا في الاخر خالص توينتي فايف نيوتن طيب والديركشن اللي هي التان فاي معه دايما عشان نجيب الديركشن مجيب التان فاي اللي هو بيساوي مين اف واي على اف اكس اف واي اللي هي ففتين ديفيجن دبادل باي توينتي في هزي الحال الافي بساوي كام الفاي بساوي سيرتي سكس بوينت ناين ديجري طبعا هنا ايه دي الفاي لكن دي الزاوية دي كلها من هنا كده ايه سيتا هي من هنا تبدأ من غيرت هنا تي عبارة عن سيتا في هذه الحالة سيتا ستساوي كام بتساوي هيا سيتا هنا سيرتي هندرد سكستي دي ماينس اللي هي الفاي اللي هي سيرتي سكس ماينس ناين هتساوي كام في الاخر سري هندرد توينتي سري بوينت سيدينا المغنيتو دي وتوينتي بوينت ناين فاي تمام انا عندي قوة بتميل على جسم اهو этих جسم قوة بتأثرا علي قوة هذه القوة بتميل بزاوية في على الامر مع مداني المركبة القوة الملاحظة القوة هي كبيرة نجد دائما من نجد الملاحظة الملاحظة لأن القوة هي فيكتور لكي يحدد لأن القوة هي فيكتور سنقوم بمثال جديد مساعد كتلته 900 كيلو جرام يبقى المساعد كتلته 900 كيلو جرام أكيد قام بأن ثم أكيد الـقبل أكيد الـقبل أكيد الـقبل عندما يكون المساعد له من المساعد وهو موزن إلى أسفل و له شد إلى أعلى أس أخرج موزن بأعلى أس من أفضل الـقبل طبعا انا عشان بحل مسألة ذا كده يبقى The Solution لازم ابدع من قانون يوتين الثاني Submission of force تساوي مين؟ تساوي M.A والف والA عبارة عن Vectors الف عبارة عن مين؟ مدام المسعد يتحرك الى اعلى يبقى ابدأ بالS اللي هي في تجاه القوة تجاه تجاه الحركة يبقى S-MG اللي هي minus weight اللي هي weight بساوي MG S-MG بساوي مين؟ كتلة في تسارع اهي تمام؟ يبقى S تساوي ما؟ تساوي M A بلاس M G اجباحهم مع بعض انا عندي M A الـM بكام؟ 900 كيلو جرام اضربها في الـA هلية بكام بثلاثة تمام؟ يبقى ممكن اخد M مشترك A بلاس عشان يسهل الموضوع الـM بكام؟ الـM معروفة بـ 900 مداني في المسألة والـA بكام بسري والـ9 بكام والـJ لها Gravity of Acceleration تسارع الجاذبية بـ 9.8 لما ننفع بعض في كلام ده كله يديني 11000 اهي 610 وأرجو نيوتون طبعا لازم بالـS بالكلام ده يبدأ عبارة عن the tension in the cable قود شد فيه في الخط بتاعنا في الخط اللي بماسك المسألة هنأخذ مثال جديد ومسال بسيط وسهل برده تمام؟ would you like to have a piece of cold would you like يعني انت تحب يكون عندك قطعة من الزهب that weight one newton on the earth هذه القطعة بتزن on earth اهي يبقى الماس اول حاجة mass on earth اهي كتلة على الارض تساوي ايه؟ تساوي الويت على مين؟ على الجي بتاعت الارض ها؟ تسارع الجاذبية الأرضية الويت بواحد وتسارع الجيب بـ 9.8 تا تقريبا هيبقى طيب الماس on moon نحسب على الماس كتلة نفس الكلام on moon على القمر تساوي كم؟ برضو الويت على الجي لمين؟ للمون على تسارع بتاعت القمر يساوي كم؟ واحد على لن يوعد في كل مرة لكن تسارع القمر بـ 1.6 meter per second ده لما يحسبه يديني مين؟ يديني 0.6 2 25 كيلو جرام تمام؟ يبقى So I prefer that weight 1 newton on the moon يبقى التالي ليه؟ لأن كتلة الكتلة على القمر أكبر من الكتلة على الأرض تمام؟ كتلة الواحد نيوتن على الأرض 0.1 كيلو جرام لكن كتلة على القمر كام 0.6 25 كيلو جرام يبقى طبعا يبقى إذن كتلة على القمر أكبر من كتلة يبقى So I prefer يبقى بالتالي أنا أفضل يبقى نكتب كده I prefer تفضل إيه؟ تفضل I prefer the mean the weight that weight تمام؟ 1 newton هذا الوزن اللي هو 1 newton on the moon على القمر شكرا لكم